اعزائي الطلاب حياكم الله جميعا نلتقي اليوم لمناقشة نص من نصوص الوحدة الثانية في الادب نموذج عشرين ماتين وواحد سبعين وسوف نغوص في بحار غسلا للعار للشاعرة العراقية نازك الملائكة وقبل ان نبدأ الحديث لابد لنا وان نضع المضامين والامور التي سوف نتحدث عنها في هذا اللقاء اولا سوف نتعرف على نازك الملائكة في سطور من هي نازك الملائكة وما هو دورها في الشعر العربي وما هو دورها بالاحرى وعلى وجه الخصوص في شعر التفعيلة والشعر الحر وربما سنتطرق قليلا إلى رأي النقاد في شعرها وفي شعر بدر شاكر السياب حيث اختلف الاثنان من هو الذي اوجد هذا النوع الشعرية في الادب العربي اهي نازك الملائكة في قصيدة الكوليرا ام السياب في قصيدته هل كان حبا ومن ثم سوف نغوص في قصيدة غسلا للعار ونحلل المشاهد السينمائية التي رسمتها الشاعرة بلون الدم المغموس بالبكاء ومن ثم سنتطرق إلى المضامين الأساسية في النص والخصائص الفنية والأسلوبية وأخيرا سوف نطرح أمامكم عصفا ذهنيا بأسئلة من شأنها أن تؤكد أننا قد أوصلنا رسالتنا كيفما يجب في النص نازك الملائكة تناقش قضية المرأة المرأة العربية التي تقتل لا لشيء إلا لأنها أنفى وقبل أن نغوص في كل الأمور لا بد وأن نتعرف في سطور مجزة عن نازك الملائكة هي شاعرة عراقية غلدت في بغداد درست الموسيقى والفنون وحصلت على درجة الماجستير في الأدب المقارن في الولايات المتحدة الأمريكية اشتغلت محاضرة في عدد من الجامعات العربية تعتبر من رواد شعر التفعيلة وتعتبر الشاعرة قصيدتها الكوليرا كما قلنا أول قصيدة في الشعر الحر هاجرت من العراق بعد حرب الخليج الأولى إلى مصر حيث استقرت فيها إلى أن توفيت في عام 2007 من مجموعاتها الشعرية عاشقة الليل شضايا الرماد شجرة القمر قرارة الموجة الصلاة والثورات كنا إن نازك الملائكة تعتبر نفسها أنها هي الرائدة من رواد الشعر الحر وذلك عندما نشرت قصيدتها الكوليرا عام 1947 وهذا اللون الشعري نشأ في العراق على يدي نازك الملائكة في قصيدتها الكوليرا وبدر شاكر السياب وقلنا أن الاثنين قد اختلفا أيهم كان الصابق والسباق في هذا المجال فهل كانت قصيدة الكوليرا قد سبقت قصيدة السياب هل كان حبا أم أن السياب قد سبقها ومهما يكون من الأمر إلا أن الشعر الحر نستطيع أن نوجزه بكلمات واضحة مباشرة أن العراق هو المهد الأول لهذا النوع الشعري في العالم العربي وإذا ما أردنا أن نوجز بعض الخصائص الهامة في هذا النوع الشعري فأننا نقول إن قصيدة الشعر الحر أو قصيدة التفعيلة تحلو من صدر وعجز وأيضا تلوين القافية فالشعر حر في تعداد وتغيير عدد القواف التي يراها مناسبة فهو لا يتقيد بقافية مؤحدة كما القصيدة العمودية التقليدية وإنما هو حر في تغيير وتعداد عدد الحروف والقواف في القصيدة وأيضا من خصائص هذا النوع الشعري أن الأبيات الشعرية متفاوتة من حيث الطول وهذا يعني أن التفعيلات العروضية في كل بيت أو سطر تختلف عن البيت أو السطر الآخر ولهذا سمي هذا النوع الشعري بالشعر الحر بالإضافة إلى خاصة وإسلوب التضمين الجريان الذي هو ركن ركين في هذه القصيدة العربية المعاصرة بالإضافة أيضا نستطيع أن نقول أن الشاعر استخدم كلمات جديدة من حياتنا اليومية ولهذا أصبح هذا النوع الشعري أو أصبحت قصيدة التفعيلة طاغية ومسيطرة إلى حد بعيد في الشعر العربي يسمى هذا اللون الشعري أيضا بشعر التفعيلة كما قلنا والذي يعتمد على الواقعية والواقعية الاشتراكية وذلك بتأثير المفكرين الروس بعد ثورة البلاشفة عام 1917 ويعالج الشعر الحر في بدايته كان معالجا لقضايا المجتمع ويتخذ من الرمزية خاصة وأسلوبا قويا في هذا ونمط هذه القصيدة ومن أعلام هذا اللون الشعري عبد الوهاب البياتي بدر شاكر السياب نازك الملائكة صلاح عبد الصبور المصري أدونيس علي أحمد سعيد يوسف الخال اللبناني وكثير من الشعراء في أيامنا هذه الآن سوف نبحر معا في قصيدة نازك الملائكة غسلا للعرق تقول الشاعراء وانبجس الدم واختلج الجسم المطعون والشعر المتموج عشش في الطين أماه ولم يسمعها إلا الجلاد وغدا سيجيء الفجر وتصح الأوراد والعشرون تنادي والأمل المفتون فتجيب المرجة والأزهار رحلت عنها غسلا للعار ونأتي إلى المقطع الثاني وهو مقطع ليس داخلا في منهاج البجروت وإنما رأيت أن من شأن هذا المقطع أن يضيف مادة وأن يضيف حيوية وفكرا لدى الطالب والمتلقي تقول الشاعر في المقطع الثاني ويعود الجلاد الوحشي ويلقى الناس العار ويمسح مديته مزقنا العار ورجعنا فضلاء بيض السمعة أحرار يا رب الحانة أين الخمر وأين الكأس نادي الغانية الكسل العاطرة الأنفاس أبدي عينيها بالقرآن وبالأقدار وستحكي قصتها السوداء الجارات وسترويها في الحارة حتى النخلات حتى الأبواب الخشبية لن تنساها وستهمسها حتى الأحجار غسلا للعار غسلا للعار يا جارات الحارة يا فتيات القرية الخبز سنعجنه بدموع مآقين سنقص جدائلنا وسنسلخ أيدينا لتظل ثيابهم بيض اللون نقية لا بسمة لا فرحة لا لفتة فالمدية تركبنا في قبضة والدنا وأخينا وغدا من يدري أي قفار ستوارينا غسلا للعار نأتي الآن عند بوابة النص وسنأتي إلى الدراسة والتحليل القصيدة كما قلنا تسير في أربعة مشاهد مثيرة رائعة من الناحية الفنية حيث نرى تداخل الأزمنة الذي يطغى على جو القصيدة حتى يعطيها الشكل النهائي الذي يجسد دائرية المعاناة التي تعيشها الأنت العربية في المجتمع الشرقي فنحن نرى الأمس الذي قتلت فيه هذه الأنت غسلا للعار والذي لطخ شرف أبيها وأخيها ومن ثم نرى اليوم حيث الجلاد يرتقب الموبقات والكبائر فلا يقتل من أجل الدين ولا يقتل من أجل الله وإنما يقتل من أجل حميته فقط ورجولته وسمعته التي أنقصتها هذه الأنت وربما نعرج قليلا ونعود إلى قصة زكريا تامر موت الشعر الأسود ونرى تماهيا التماهي المطلق والتشابه المطلق من حيث المضمون وكيف أن فطمة قتلت لا لشيء إلا أنها لم تعجب منذر السالم والذي كان يتوقع منها أن تبتسم في وجهه وأن تحلم فيه وأن تقول له أحبك وأموت لو تركتني إنها قضية الأنت المغلوبة المقهورة التي لا حول لها ولا قوة ويأتي الغد متسائلا عن سبب غيابها فيجيب الجلاد قائلا قتلناها غسلا للعار وفي لهجة اتخار ويتقدم المستقبل الأسود الذي يبشر كل فتاة أن مصيرها لن يختلف عن مصير الأنت التي قتلت ولا بد أن يكون مصيرها مثل مصير هذه الأنت التي ذبحت وقتلت القصيدة نداء استغاثة صدقا من يتعمق في القصيدة يرى أن الشاعرة تطلق نداء استغاثة إنها طلقة قهر دفينة في أحشاء أنثى المشرقي والتي تأن تحت وقع الظلم وغياب العدل في مجتمع الرجال قبل البدء بتحليل القصيدة من حيث المضمون والخصائص الفنية لابد لنا وأن نسجل بعض الملاحظات التي لابد منها من حيث الأبعاد الشاعرة تشعر أن المرأة العربية مظلومة فهي أنت وتعرف ما هو الظلم مهضومة الحق مهيضة الجناح الأمر الذي جسدته بصورة متطرفة قوية في هذه القصيدة المجتمع الشرقي هو مجتمع الرجولي إذ لا حق للمرأة في إبداء رأيها أو التعبير عن رغباتها وأمنياتها الجو الحزين الدامع الذي يطغى على جو القصيدة وهذا ما جسده البحر الشعري الذي أبحرت فيه نازك الملائكة فبحر المتدارك وتفعيلاته فاعل 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 يسوده جو العاطفة والتضفت والإنسياب وهذا الجو يصوت يسيطر على معظم قصائد نازك الملائكة بوجه خاص وعلى القصيدة العراقية الحزينة بشكل عام تحليل القصيدة القصيدة تبحر كما أسلفنا وقنا في أربعة مشاهد زمنية سينمائية تجسد مأساة الأنثى العربية ولعل في تقديم هذه المأساة وبهذه الصورة تمرداً واضحاً على فلسفة الشرق التربوية التي يسودها التناقض والانفصام في التعامل وعدم الصدق والأنانية نازك الملائكة في هذه القصيدة تصور فيها امرأة قد تمادت في علاقات الحب ويندفع أحد أقاربها فيقتلها غسلاً للعار وقد تقع الفتاة ضحية للشبهة كما يقول الدكتور جلال الخياط ثم يظهر بعد ذلك أنها بريئة كل البراءة أو أن أحداً ما من أقاربها يريد الزواج بها فترفضه لعدم حبها له فيقدم على قتلها بحجة أنه يغسل العار عن شرف العائلة الأمر الذي أدى بالمرأة هذا المؤدى خصوصاً في الريف أكثر من البادية وهو خروج المرأة عن طورها الذي رسمته لها طبيعة الحياة الريفية وما تتعرض له من الإغراءات خلال خروجها إلى المدينة ونازك الملائكة إنما تشجب تلك العادة القبيحة وترفي المقتولة التي هدر دمها ظلماً وعدواناً المشهد الأول أماه وحشرجة ودموع وسوات وانبجس الدم واختلج الجسم المطعون والشعر المتموج عشش فيه الطين أماه ولم يسمعها إلا الجلال تفتتح الشاعر هذا المشهد باستخدام الإسلوب الإنشائي النداء الذي يسيطر على القصيدة من أولها إلى آخرها ومن طبيعة هذا الأسلوب أنه يفجر العاطفة والتوتر والقلق والوجدان الذي يتقلب تقلب الفريسة فوق الجمار هذا المشهد جاء ليفجر العاطفة والكبت الدفين الذي تكنه الأنثى العربية الشاعرة مستهيثة بأمها التي لا حول لها ولا قوة ولا عجبة ذلك إذ كيف تستطيع الأنثى أن تقدم يد العون لابنتها الأنثى فكلاهما في الهم سواد وربما نتطرق إلى استخدام الشاعر إلى لفظة إنبجسة وفي اللغة العربية الانبجاس يختلف عن الانفجار فالانفجار يكون قويا وسريعا وإنما الانبجاس يكون بطيئا كل البطء الأمر الذي يجسد المعاناة التي مرت بها هذه المقتولة عندما وئدت وذبحت فالشاعرة تقول وانبجس الدم ولم تقل وانفجر الدم وهذا زيادة في عذابها واختلج الجسم المطعون والشعر المتموج عشش في الطين أماه ولم يسمعها إلا الجلات إنه مشهد دموي تقشعر له الأبدان استطاعت الشاعرة من خلاله أن ترسم مشهد الجريمة وكيف تمت هذه الجريمة الطعن القتل ببطء والعذاب المستمر الذي لاقته هذه الضحية قبل أن تموت الآن نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم بعون الله تعالى اشتركوا في القناة 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 فتجيب المرجة والأزهار رحلت عنا غسلا للعار انظروا إلى الطبيعة التي تتماهى مع هذه الضخية فهي تبكي معها وتبكي لهذه الجريمة الوحشية التي مرت بها فنراها تجيب ولديها من ردود الأفعال العاطفية بأن هذه الجريمة سوف تتكرر مرة أخرى لبنت العشرين وكذكرنا قضية انبجس وتطرقنا إليها وكيف أن الانبجاس يختلف عن الانفجار وفي هذا دلالة على المشهد الدموي والعذاب الذي مرت به هذه الفتاة فلم يكفي أنها قد قتلت هكذا وإنما كان العذاب يلازمها بصورة بطيئة جدا نأتي الآن إلى المشهد الثاني وهو مشهد يصور حياة الجلاد في الخارج يأتين ويصور لنا انفصام الشخصية انفصام شخصية الرجل العربي كيف أنه ينادي بالشرف والسمعة الحسنة بينما هو يرتكب الموبقات والكبائرة دون أن يحاسب على شيء يذكر هذا المشهد يأتي ليصور المفارقة العجيبة التي يعيشها الرجل الشرقي فهو كاذب في فعله وفي قوله وهذا يدل على التناقض وانفصام الشخصية عند رجلنا الشرقي فهو يصنع الموبقات ويرتكب الكبائر وما انتقامه لشرفه وإرضه إلا تجسيد وتوكيد لرجولته التي يحاول أن يبرهن عليها من خلال هذه الأفعال فالرجل الشرقي ينتقم لنفسه ولرجولته وليس لدينه فلو كان الأمر تطبيقا للشريعة لهانة الأمور ولم تخرج عن تطبيق الحدود التي وضعها الله تعالى ولكن المثير في الأمر والمبكي أيضا أن هذا الرجل يعاكر الخمر ويرتكب الزنا والكبائر بل مراه مستعدا أن يبيع كل شيء أن يبيع دينه من أجل غانية وراقصة هذا المشهد يصوب السهم إلى جسد وقلب المجرم الحقيقي وهو الرجل الشرقي فهو المجرم في حق بناته اللواتي هضم حقوقهن بل نراه يتخذ الدين مطية من أجل تحقيق رغباته وشهواته نأتي الآن إلى المشهد الثالث والذي يسور الغضى القريب تقول الشاعر وسيأتي الفجر وتسأل عنها الفتيات زميلاتها أين تراها فيرد الوحش قتلناها واصم طعار في جبهتنا وغسلناها يأتي هذا المشهد كي يصور وقع الجريمة في اليوم التالي وكيف أن الفتيات زميلاتها يسألنا عنها أين هي أين تراها كيف اختفت فيجيب الجلاد قتلناها واصم طعار في جبهتنا وغسلناها نرى صاحباتها يسألنا عنها فيجيب الوحش قتلناها كي نغسل العار عن جبهتنا وجبيننا وتأتي الشاعرة مصورة أن الكل سوف يبكي ويتحدث عن هذه الجريمة السوداء وسوف تنتشر الحكاية بين النخلات والأحجار والأبواب وهذا يجسد أن الطبيعة وما يحيطها سوف يبكي هذه الجريمة التي صنعها الوحش الجلاد وستحكي قصتها السوداء الجارات وسترويها في الحارة حتى النخلات حتى الأبواب الخشبية لن تنساها وستهمسها حتى الأحجار غسلا للعار غسلا للعار إنه عار مقصول مطلق يشجب دناءة النفس ويبيح دناءة أخرى فذات ترفض الموت حد التفاني في الحياة وأخرى تنتهك حياة تنتهك حياتها بقوة معاندة وحيث ترتمي ظلال الجريمة على كل شيء ويرتمي همسها المضعور في كل أذن نأتي إلى المشهد الرابع وهو الذي يصور المستقبل ماذا بعد هل هي الجريمة الأخيرة التي ستمر بها المرأة العربية الأنثى العربية أم أن ثمت جرائم أخرى مستقبلية سوف تحدثه للأنت العربية يا جارات الحارة يا فتيات القرية الخبز سنعجنه بدموع مآقين إنه صوت الأنتى بصورة عامة صوت الشاعرة سنقص جدائلنا وسنسلخ أيدينا لتظل ثيابهم بيض اللون نقية لا بسمة لا فرحة لا لفتة فالمدية ترقبنا في قبضة والدنا وأخينا وغدا من يدري أي قفار ستوارينا غسلا للعار هذا المشهد يأتي كناقوس يقرع آذان المستقبل الذي ينتظر الأنثى العربية في المشرف العربي فنرى هذا المستقبل يحتل كل الإناث دون مستثناء في هذا المجتمع فليس الأمر متوقفا على هذه الأنثى التي قتلت أو على أنثى معينة واحدة وإنما هذه الظاهرة سوف تحيق وتحيط بكل أنثى في العالم العربي إنها صورة محزنة حقا تنتظر الإناث فكل واحد تنتظر موتها على يد أبيها أو أخيها فلا تعلم أين ستدفن غسلا للعار انظروا إلى التعابير التي استخدمتها الشاعرة عندما جمعت الإناث في مجموعة واحدة وفي صوت واحد عندما قالت يا جارات الحارة يا فتيات القرية الخبز سنعجنه بدموع مآقين بدمير الجمع سنقص جدائلنا وسنسلخ أيدينا لتظل ثيابوهم بظلوني مقية إذن المشهد الأخير يصور المستقبل الذي ينتظر المرأة العربية والأنثى العربية التي لابد وأن ستكون نهايتها الموت انتقاما لشرف العائلة هذا المشهد يعطينا صورة مستقبلية لما سوف تلاقيه الأنثى العربية المشرقية فالمدية تنتظر كل واحدة منهن ولا بد من قدوم هذا اليوم المستقبلي ملاحظات حول المضمون الشاعرة تصور معاناة المرأة المشرقية بكل ما تحمل الألفاظ من دلالة فهي ضحية الرجل الذي يحاول أن يهضم حقوقها بل هو يأخذ حقا ليس له فهو يرتكب الكبائر ويفتخر بها بينما يطالب المرأة أن تكون في كهفها المغلق ولعل نزار قباني كان صادقا حينما قال في قصيدته الرائعة خبز وحشيش وقمر واصفا المجتمع الشرقي الرجولي عندما قال في بلادي حيث يحيى الناس من دون عيون حيث يبكي الساذجون ويصلون ويزنون إنها مأساة المشرق العربي الذي أخذ من الدين ما يوافقه وبعد وبعد عن الدين ورفض من الدين ما لا يوافقه هذه صورة الرجل الشرقي الذي يعيش تناقضا وانقصاما في شخصيته فهو يتخذ من الدين مطية من أجل تحقيق أغراضه وشهواته فإذا كانت التربية سليمة كان المجتمع سليما وإذا كان الرجل صادقا مع نفسه ومع الآخرين كانت التربية ناجحة إن الشاعر تطلب من الرجل أن يكون صادقا وعادلا في تعامله وتصرفاته تمشيا مع قول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه ولا نريد أن نجعل من نازك الملائكة قديسة من القديسات إلا أن ما تصوره هو مأساة حقيقية يعيشها المشرق العربي والإسلامي من حيث عدم الصدق مع النفس ومع الآخرين فالقتل لا يأتي من دافع ديني بل نراه يتخذ الحمية الجاهلية دافعا ومؤلبا وهذا ما صورته الشاعرة في المشهد الثاني حينما وصفت هذا الرجل قائلة يا رب الحانة أين الخمر وأين الكأس نادي الغانية الكسل العاطرة الأنفاس أفدي عينيها بالقرآن وبالأقدار يسيطر الحزن على أجواء القصيدة كلها فنرى أن أجواء الحزن والغضب على هذه القصيدة تسيطر سيطرة تامة والموت بهيبته يهيمن على مصرح الأحداث رهبة وألما وأحيانا سخرية هكذا رحلت بنانازك الملائكة من خلال عاطفتها الملتهبة في رحلة قصصية كما هي عادة الرومانسيين إلى غابة يحكمها الجلاد وتقتل فيها الورود قبل أن تبتسم في وجه الصباح فتاة العشرين تقتل غسلا للعار وتختلط خصولات شعرها بالطين وتخرس المدية آخرة أنة لها وهي تنادي أمه والجلاد يحتسي الكؤوس على أنغام ذكرى غسله للعار وكما هي عادة الرومانسيين في التعاطف مع من يرون أنهم من ضحايا المجتمع من الصاقطين والمنحرفين نلمس تعاطفاً حاراً من الشاعر مع قطيلة غسل العار ونراها تمزج موقفها الاجتماعي بشيء من السخرية وذلك عندما قالت يا رب الحانة أين الخمرة؟ أين الكأس؟ نادي الغانية الكسلة العافرة الألفاس نرى أيضاً أن القلق والألم زاخماً في تساؤلاتها مثلما عانقنا التساؤل المثقل بالمرارة من كبل فتيات القرية وهن يتساءن عن القطيلة الشاعرة الفتيات يتساءن عن القطيلة أين تراها؟ فتأتيهن الإجابة بنكهة الجليد قتلناها وما القطيلة الذبيحة إلا معادل موضوعي وفني لأي فرد أصبح ضحية للمجتمع أو هي معادل موضوعي للطبقة الدنيا المسترقة من قبل الطبقة الأرستقراطية في رأي المتأثرين بالرومانسية من الشعراء أيضاً لمسنا في القصيدة المسح الرومانسية التي تطغى عليها من أولها إلى آخرها فنرى الحزن والبكاء وعناصر الطبيعة من أولها إلى آخرها الأحجار الأعشاب الغاب وكل عنصر من عناصر الطبيعة التي تماهت مع هذه الموؤودة المقتولة فبكت فبكت لموتها بكاءاً شديداً نأتي الآن إلى الملاحظات الفنية العامة نظام القصيدة يطبع لشعر التفعيلة الشعر الحر وهذا ما ذكرناه في بداية حديثنا ولا عجب في ذلك فالشاعرة هي من مبتكرات هذا النوع الشعري في سنوات الأربعين من القرن المنصرم ومن طبيعة هذا النوع الشعري أن الشاعر لا يتقيض بعدد التفعيلات العروضية في كل بيت وآخر وإنما له مطلق الحرية في هذه التفعيلات وعددها بالإضافة إلى تنويع القافية وغيرها من الخصائص التي ذكرناها خاصة ثانية استخدام بحر المتدارك الخبب وتفعيلاته كما كنا فاعل 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 هذا البحر الشعري أعطى للقصيدة تدفقا وتناغما وعاطفة عظيمة استطعنا من حلال الغوص والإبحار في داخله أن نتماهى مع المقتولة وأن نتعاطف معها الجريان والجريان هي خاصة أسلوبية من خصائص هذا النوع وهذا ما يؤطي تدفقا وتلاحقا للحدث وترابطا للقصة من أولها إلى آخرها بالإضافة إلى الوقع الإيقائي والموسيقية الرائعة استخدمت الكاتبة الشاعرة الأسلوب القصصي فالقصيدة عبارة عن قصة ترويها لها حبكة لها بداية وذروة ونهاية وفيها من الحوار ما فيها وغير ذلك من الأمور أيضا جاء الأسلوب الإنشاء طاغيا على جو القصيدة ومن طبيعته أنه يفجر العاطفة والقلق والتوتر وأيضا التكرار اللفظي أماه غسلا للعار المدية الوحش الجلاد وهذا ما يؤطي إيقاعا حزينا وتوكيدا للفكرة وغرسها وتفسيرها وتقريبها إلى المطلق أيضا لاحظنا استخدام وكثرة وتكرار حروف العطف التي من شأنها أن تكون خادمة للعنصر القصصي فتربط الأحداث وتنسجها وتعطي تدفقا وموسيقية داخلية في القصيدة القصيدة أيضا تنتمي إلى القافية المقيدة بالسكون وهذا ما يجسد لا حول ولا قوة والهدوء وعدم الحركة وغير ذلك وهذا ما يجسد طبيعة الأنثى في العالم العربي طبعا كثرة الجمل الفعلية والذي يجسد تجديد الأمور وعدم ثبوتها وأيضا الاستعارة التي استخدمتها الشاعر بشكل رائع تصح الأوراد تجيب المرجى حتى الأبواب الخشبية لن تنساها إلى آخره ومن شأن هذه الخاصة أن تقرب الحدث وأن تفسره وتوكده إبداء الشاعر لرأيها وصرختها وهذا ما نطلق عليه بالتماهي وهذا يعني أن يتداخل صوت الشاعر مع أصوات أبطالها مثل قولها املأ كاستك يا جزار وعلى المقتولة غسل العار الألفاظ كانت بسيطة سهلة قريبة إلى ذهن المتلقي وأيضا النزع الرومانسية التي امتازت بها هذه القصيدة وامتازت بها نازك الملائكة نستطيع أن نجيب عن الأسئلة التالية كيف تنعكس السلطة الدكورية هاتي أمثلة على التكرار بين إنعكاس جريمة القتل على عالم الطبيعة نلمس أن تم تتناقضا أخلاقيا في شخصية الجلاد وضح ذلك من خلال الأمثلة وأيضا بيان وتبين العناصر القصصية في النص الشعري نتحدث أيضا وممكن أن نتحدث عن المبنى والوحدة العضوية في القصيدة وأيضا خصائي الشعر الحر أو التفعيلة كما عكستها هذه القصيدة أرجو أن تكون الرسالة قد وصلتكم حياكم الله جميعا هذا أحمد محميد معكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته